صائم الذي يبحث عن الارتقاء ويريد طهارة النفس ويريد أن يصل إلى الصفاء يعلم علم اليقين بأن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الطريق الأقوى والطريق الأصوب للوصول إلى الصفاء والطهارة والنماء لذلك تراه دائما أبدا في حله وفي ترحاله في ليله وفي نهاره في هذا الشهر الكريم يكسر من الصلاة والسلام على رسول الله لما فيها من الخيرات والبركات والفيضات والعطاءات لما فيها من الأسرار والأنوار فبها تغفر السيئات وتكسر الحسنات وترفع الدرجات فأكسر في هذا الشهر العظيم من الصلاة والسلام على سيد السادات